تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حافظه الله ورعى رسالة خطية من أخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حافظه الله تتضمن دعوة جلالته لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحدية والثلاثين والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنويا تحت رعاية خدم الحرمين الشريفين في منطقة الجنادرية وقد سلم رسالة إلى جلالة الملك المفدى صعدت الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له في قصر السفرية هذا اليوم وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن خالص شكره وتقديره لأخيه خدم الحرمين الشريفين حافظه الله على هذه الدعوة الكريمة والتي تحكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والروابط المتينة التي تجمع المملكتين الشقيقتين معربا عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه هذه العلاقات الراسخة في المجالات كافة بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين كما أشد صاحب الجلالة رعاه الله بالدور الذي يطلع به مهرجان الجندرية منذ انطلاقته في الحفاظ على التراث العربي السعودي الأصيل وبما يحققه من نجاح متواصل وما يحظى به من اهتمام من قبل المفكرين والباحثين والمثقفين والمهتمين بالتراث والثقافة حتى أصبح ظاهرة ثقافية عالمية منوها جلالته بما يتضمنه المهرجان من فعاليات تراثية وثقافية وفنية وأدبية متنوعة تجسد عراقة وأصالة الموروث الشعبي السعودي معربا جلالته عن تمنياته بالنجاح لهذا المهرجان الذي يؤكد تميز الدور الحضاري ويعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقية تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلن هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال القمة العالمية للحكومات بدورتها الخامسة والتي تستضيفها مدينة دبي خلال شهر فبراير المقبل وسلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى سعدس السفير عبد الرضا عبدالأخوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة خلال استقبال جلالته له في قصر السفرية هذا اليوم وقد أعرب العاهل المفدى عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه الدعوة الكريمة مشيدا حفظه الله بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وما يشهده التنسيق والتعاون المشترك بينهما من ازدهار وتطور في شتى المجالات تحقيقا لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين كما أشهد جلالة الملك المفدى بالمكانة الرفيعة التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على المستوى الدولي وما حققته من إنجازات ونجاحات متميزة على مختلف الأصعدة وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الأنهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس المجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الأنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة متمنيا جلالته للأشقاء في دولة الإمارات بالتوفيق في تنظيم القمة العالمية للحكومات بما يعود بالمنفعة المشتركة على حكومات الدول العالم وتحقيق تطلعات شعوبها لمزيد من التقدم والرقي والتطور ترجمة نانسي قنقر